قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائسي في القدس إن الاعتداء العنصري الذي اقترفه مستوطنون متطرفون على جدران البطرياركية الأرمانية في المدينة المقدسة بكتابة عبارات تدعو إلى الانتقام من العربي والأرمن والمسيحيين وإلى تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتخريب القبور هو نتيجة حتمية لخطاب الكراهية والتحريض والبغيضة وتنذر بتحويل الصراع إلى صراع ديني من شأنه أن يفجر المنطقة بأكملها ولن يسلم أحد من عواقبها وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة برفض وإدانة تلك الجرائم التي تطال مقدسات المسلمين والمسيحيين ومقابرهم وأراضيهم وممتلكاتهم مشددة على ضرورة اتخاذ موقف حازم في وجه من يريدون جرى المنطقة إلى مربع التعصب البغي اشتركوا في القناة